السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب سينير ثري معاكم مستر مصطفى السيد انجليش تيتشر في سينير ستيجيز نرد ان شاء الله منزلك حل كوز نومبر ون على اول سيشن احنا اشتغلناها مع بعض سواء سنتر او اونلاين عشان تراجع معايا حل الكوز لو عندك في اي سؤال او حاجة واعت منك تتأكد من الفكرة قبل ما تخش على السيشن اللي بعدها بإذن الله اللي عنكمل فيها جرامر يونت وان الكوزشن الاولاني بيقولك حسناء حسناء ما بقيتش تضيع وقتها مبقيتش تضيع وقتها يبقى كانت متعودة تضيع وقتها بتكلم عن عادة في الماضي بيوزتو والإنفينتي هو كان متعود يروح النادي بط هي نو لونجر قلنا نو لونجر واحنا بنحل ما بيجيش بعدها اللي تنسوا واحد بريزن سيمبل ومعناها انه ما بقاش يعمل الحاجة دي وكان متعود يروح النادي بط هي نو لونجر جوز هي جوز البريزن سيمبل العادي مع هي وش هي وإت نكتب البر بلاس اس أو اس أو اي اس ويكتب انه نو لونجر ما بيجيش بعدها غير البريزن سيمبل بلاس البريزن سيمبل كوستون نوبر ثري في تلات جمل غلط أنا عايز الصح In the past people were thinking the earth was round الجملة دي غلط البرب think لما يبقى معناه يعتقد بيبقى زي البرب love stative verb وما بياخدش ing أبدا طيب مونا was being برضو verb to be قلتلك ده stative وإحنا بنحل ما بياخدش ing زي سيم برضو يبدو stative ما بياخدش ing يبقى الجملة الصحة نوبر فور I have many fantastic toys كان عندي لعب جميلة when I was a child لما كنت طفل كوستون نوبر فور My mother made me a cake which tasted of lemon كان طعمه lemon البرب taste برضو stative verb هنتكلم عنه بالتفصيل لما ندخل يونة to بإذن الله و stative verb دي قلتلك يعني ما بياخدش ing it can't be attached to ing at its end ده غلط إن ده دي فلاني جي question 5 you should know it's time you to study hard طبعا it's time في جملة present أخد أنا past simple you began it's time في جملة past تاخد past perfect ده كلام ده مش مع it's a time بس قلنا مع it's a time و it's a high time و it's about time و if only و I wish و I would rather بكمل الجملة للنهاية present أختار past simple past تاخد past perfect قلتلك الpoint دي جديدة في جونة one في past simple she would rather I would rather I not here in the club يبقى I met her ليه الجملة present فيش أي حاجة بتشوير على past أخد أنا past simple فاطمة doesn't come and visit me فاطمة ما جاتش تزورني تمام as she does she used to she do she he always طبعا as she used to ما جاتش تزورني زي ما هي كانت متعودة ده معنى الجملة question number 8 my sister her university degree in 2018 my sister got حصلت على شهادة الجمعية ليه حصلها على الشهادة الجمعية action حدث started and finished in the past مالوش effect on the present least pacific time لواء 2018 كل الشروط وأرقون استخدام زمن past simple موجودة اخترت past simple question number 9 my father always walked to work when he was young بابا كان دايما متعود يوح الشغل مش وهو صغير كان متعود معنى ان he still walking لسه بيوح مش لا تمام he no longer walks ما بقاش يمشي مضبوط he used to walk كان متعود يمشي بردو مضبوط يبقى بيو c صح اللي اتنين يدو نفس المع question number 10 she the money she needed الانسر هنا she wasn't given ليه لأن الجملة passive هي لم تعطى الفلوس اللي هي كانت عايزة هي مدتش نفسها الفلوس زي question اللي بعدو رامي was honored هو اتكرم with his degree لأنه باردو جملة passive هو مش بيكرم نفسه واتفقنا ان الpassive في past simple was aware will pp ففو wasn't given والله بعدو was honored question number 12 رامي used to go to the school library and جميل اوي السؤال دا مهم بقول لك رامي used to go to the school library and قلتلك and دا حرف عطف شبه الوا وباللغة العربية لو جي قبل منه verb وبعد منه verb الverb التاني ياخد نفس شكل وفورم الverb الاول يبقى used to جاء بعدها go في infinitive في المصدر يبقى and borrow في infinitive في المصدر بتقول ليش يعني borrow لا مفيش verb معطفين على بعض ما بياخدو الشكل بعض used to جاء بعدها verb اتنين بيكونوا في infinitive زي بعض لو الverb go دا في ing هحط هنا ing في ed هحط هنا ed وهكز طالما معطفين ب end he he by the police once already before committing his crime الب حظر وعمل الجريمة دا ال action التاني طيب تحزير الب ال action التاني past perfect طب هو حظر ولا تحظر لا هو يتحظر past perfect هنا passive يبقى مش had worn it had been worn it question number 14 after the report i checked it for many mistakes ال report اتكتب برضو دا ال action الاول شيكت علي عشان الالغلطات دا ال action التاني اتكتب ال action الاول برضو passive زي السؤال الاول يبقى had been finished after the report have been finished i checked it for mistakes question number 15 i was very angry because when i arrived at the station the train had left برضو ال action الاول ان القطر مشى ال action التاني انه وصل المخطة ما بينهم جاب اكيد لانه كان very angry تعا نشوف في الكمبيوتر can be defined تعريف انه excessive or compulsive use استخدام compulsive اجباري غصبا عني قاعد على الكمبيوتر او الموبايل او excessive مبالغ في which persists despite serious negative بفضل مصم من يكمل استخدام براغم من وجود negative consequences عواقب سلبية for personal social and or occupational function لل الجوانب الشخصية والاجتماعية والوظيفية occupational يعني وظيفية the addiction involves online and offline computer usage الادمان ممكن اكون مضمن online or offline the concept مبدأ الكمبيوتر addiction is broadly divided into two types مقصوم جزئين offline or online computer addiction طيب الوف line هو generally used when speaking about excessive gaming اللو مسك الموبايل او الكمبيوتر بألعب ألعب offline على طول which can be practiced both offline and online online computer scientific research than offline computer addiction لكن الادمان online منتشر أكتر من الادمان بتاع games offline mainly because most cases of computer addiction are related to the excessive use of the internet لأن معظم حالات الإدمان مرتبطة باستخدام النت فطبعا online مش offline games games the symptoms أعراض computer addiction include being drawn أكون منسحب by the computer as soon as one wakes up and before one goes to bed replacing a step the old hop is the excessive use of the computer and using the computer as one the primary source of entertainment ويكون هو المصدر الرئيسي للترفيه فش حاجة بترفح علي اللي هو لكن يعني نقص الفيزيك exercise التمارين الجسدية والoutdoor exposure because of constant use بسبب الاستخدام الدائم of the computer this could contribute to many health problems وده بيساهم في مشاكل صحية عامة قاعد على الكمبيوتر على طول زي l-opresity البدانة سيادة الوزن يعني بعد كده بيقولك causes and effects researchers الباحثون link ربطوا الانترنت will computer addiction with existing mental health issues بشوية مشاكل صحية عقلية most notably اكتر واحد ملحوظ هو الدبريشن الاكتئاب studies showed بيانة الدرسات that the majority of those انه معظم majority يعني معظم الانتنم المضاد minority يعني الاقلية majority الاغلبية of those who met the requirements of internet computer addiction suffered from interpersonal difficulties الناس دي عندها صعوبات في التفاعل والتواصل مع الناس وعندها stress ضغط في حياتها and that those addicted to online games specifically responded to that they hope to avoid reality they عيدة طبعا على الناس المدمنة بيتحاول يتجنب avoid يعني يتجنب reality الواقع there are many consequences في عواقب ياما resulting from computer addiction for example excessive computer use may result in lack of face to face social interaction طبعا مفيش تفاعل اجتماعي مع الناس ياما يعد على الموبايل it may also lead to computer vision syndrome اللي اسم ها CVS مشاكل في الرؤية والبصر النظر يعني condition that results in headache صداع blurred vision neck pain واجع في الرأبة fatigue eye strain جفاف في العين dry eyes irritated eyes التهاب العين double vision واحد بقى يتحاول او vertigo or dizziness او يجيل وضوخ اول question بيقولك one reason اول سبب for being addicted to online games is to avoid reality تجنب الواقع according to the passage for many people the computer is primarily source of طبعا ومصدر entertainment طرفية obesity البدانة can result from ممكن تنتج عن the constant use لستغدام الدائم لل computer the best title of the عنوان لل passage هو computer addiction ادمان ال computer we understand from the passage that using the computer too much can lead consequences طبعا في هنا نقطة شباب undesirable consequences يعني عواقب غير محبوبة او غير مرغوب فيها تعالوا نشوف التranslation اول جملة في الكواز بتقول تلعب الكتب دورا مهما في حياتنا فنحن ننفتح على عالم جديد كلما فتحنا كتابا فهو الصديق الحقيقي لكثير من الاشخاص اذ ان بعضهم يدخل الكمبيوتر في نظامه اليومي الدائم ولا يمكن الاستغناء عنه او استبدال بوكس بلاي an important role دور مش رول يعني قعدة كده اي فيها غلطة in our life as we نفتح على عالم جديد enter مش exit exit يعني نخرج يبقى توفيها غلطة wherever ولا whenever we open a book طبعا whenever يبقى الاجابة c الجملة التانية when i arrived home the family had had the lunch عندما وصلت للمنزل مش عندما اصل كان افراد الاسرة had had يعني تناولوا خلاص مش يتناولون قد تناولوا لذلك كان علي ان اأكل بمفردي مش تناول قد تناول وهي المزبوطة الاجابة التالتة بس هو مكتوب كله الف المفروض هي الف وبي وجيم ودال وتكون الاجابة جيم that's it for our first session and our first quiz شوفكم على خير برجاء الالتزام لو عندك اي سؤال سألني على جوب الواتس اب بتاع الاسئلة العلمية شوفكم ان شاء الله على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة